كلمة الله صادقة لأن الله صادق والله منذة عن الكذب يعني مش ممكن يجذب والله بمحبته أعلن لنا خطة الفداء اللي مبنية أساسا على الكون اللي هو خلقه والحياة اللي هو خلقها والحرية اللي أعطاها ليك ولي لكن للآسف آدم وحواء في حريتهم كانت النتيجة أنهم عصوا الرب لأنهم سمعوا كلام الشيطان مش كلام الرب لما الشيطان قال لحواء أحقا قال الله وحول الشيطان أنه يهاجم صفات الله كأنه بيحرمهم ويشكك في صدق الله وللأسف كلنا عارفين الأحداث إزاي أني آدم وحواء عصوا الرب وكانت النتيجة دخول الموت للعالم المسيحية بتقدم لنا الله الخالق والله الفادي وده الشيء اللي عايزك تفكر فيه بدقة لأن الناس خايفة قابل الله الخالق لأنه يعني مرعب الوقوع بين يدى الله الحي لأن كلنا عشنا وعملنا قرارات غلط في حياتنا الكتاب المقدس بيسميها الخطيئة وأجرة الخطيئة موت فطبعا خوف غير عادي أن نحن نشوف إله خالق بس لكن المسيحية في الكتاب المقدس في الكلمة الصادقة بتقدم الله الخالق والله الفادي الله اللي خلقنا على صورته لكن في نفس الوقت لما إحنا سقطنا جاء ودفع تمن الخطيئة على الصليب بموته وقيمته وبكده بتحل مشكلة حياتنا عشان كده بدعوك في برامجنا إنك تقدم لنا الأسئلة اللي عندكم وإحنا بكل محبة هنكمل مع الأسيس نظار ونشرح إجابات لهذه الأسئلة اشتركوا في القناة